بسم الله الرحمن الرحيم. لا الميزاني يا جماعة مادياً متشحول. لا 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 متشحول. لا 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 مادياً لا واضح ان الحالة المادية مأثرة عليكو جامد. ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا ربك رودي تزدقه. تسلمي يا همسات تسلمي لي يا رب. الميزان عايز باب رزق جديد. لا رزقه حاسس انه رزقه مش كفاية. تعبان من لاحية المادية. شايفا عنده حتى النوم مضطرب خالص مش عارف ينام وبيحلم بكوابيس ومبتاش تفكير لانه حتى هو نايم بيفكر. يعني ربنا يكون في عمكو ربنا يكون في عمكو لو الكروت دي مزبوطة. شايف شريكو ازاي خلينا نكون واضحين الميزان شايف شريكو زي ما تقوله اتكشف على حياته. فاهمين قصدي او الله يا مسحود. واضح. اتكشف على حياته. يعني زي ما تقوله موقفش جنبه ما سندوش كويس. اا ما استوعبهوش. في حاجة حصلت يعني الميزان حاسس انه هو الطاقة ما بينكم فيها ايه؟ الطاقة فيها شغل جديد. مش عارفة ايه اللي مجايبها في علاقة عاطفية. اما مرسيا نونال. فيها فيها حاجة بتتصلح. في حاجة هتحصل. اا في وضع غلط بيصلح. تمام زي ما انتم شايفين. ما استكشفوش وبيصلح. اا صح او. شريكك عايز فلوس. عايز فلوس. عايز حالة مادية. مش بس اا اا مستقرة. لا 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 ده عايز صراء. يعني هو ضغط عليك ضغطة جندا جدا. خلينا نقلب الاية. انه الميزان هو الست. الست طبعا مش هاي اللي بتشتغل. مش هاي اللي بتسابورت. فهي برضو عندها نفس الحكاية نفسها بطاقة جديدة. ما بتنامش من كتر التفكير. ما بتنامش من كتر القلق. حاسة انها اا شركها بان على حققته. harnessة الطاقة ما بينكم فيها حاجة بتتصلح. فيها حاجة بتتغير. اا شريكك عايز ايه؟ عايز عارف يعني عايز كل حاجة منك. يعني عايز كتير. عايز كتير طلباته كتير. وديمانز بتاعته كتير جدا. وشريكك عايز ايه كمان? عايز يعتمد على نفسه. واضح ان انت مش عارف تلبي. فابتده يبقى عايز يعتمد على نفسه. ودي بقى الحاجة اللي زعلتك منه. يعني شوفه انت ما كانش عندك مشكلة ان هو يبقى حطت عليك الضغط ده كله. وقابل شكلك وصابر وراضي بقضاء الله. انما اول لما ابتدى ان هو يبعد او ان هو يستغنى عنك او بيحاول يستغنى عنك ساعات هتكشف على حياته. شايفك ازاي شريكك? شايفك ازاي? شايفك حطت هدف. شايفك حطت هدف ورايح عليه. والهدف ده. انت عايز تروح للامان. يعني انت عايز انت نفسك في اللي هو عايزه لو كان الموضوع حالة مادية تتحسن فهو فعلا عايز ده زيك يعني. ليه طيب يا شريك الميزان بتبعد او او ليه مزع على الميزان بالشكل ده? بصوا بقى اللي جاي. بس عايز اقولوك على حاجة يا ميزاني. الامور لو تصلحت ان شاء الله تتصلح. بصوا بازن الله جايلكو فلوس. في تطور في الحالة المادية. كويس? حيرجع او هي يعني هيبقى موجود وهيبقى يعني معاك. اوكي? هل انت هتقبله? هو انت هيبقى في سكول وهزيبك تنامس ساعة ثلاثة الصبح. يوسف استري افل بقى ويلا خش نعم. يلا ماما جود ما يجب. انت حسيت ان هو انكشف على حقيقته في حاجة معينة. او انت قادرة بالسيتيواشن. بس انا شايفة ان انتو هتتفقوا على حاجة نحو المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله بازن الله. شايفة طريق طويل كويس جدا. يعني مسيرة ان شاء الله طويلة جدا وحلوة جدا. وبسم الله ما شاء الله قوة قوة في العلاقة. العلاقة ان شاء الله تبقى قوية ما بتتكسرش. طيب حلله بس ماقف معي حتة حتة. مش عارفة ليه جايلي طاقة ان شريكك يا ميزان حياته وقفة معيك على الحالة المادية. لو انت حسيت منه ان هو ماوقفش جنبك كما يجب. اوكي? يعني انه نصيحتي ليك سيبك بقى منتروه خالص. بليس ما تقبلوش. بليس ما تعملش الصلح ده. اوكي? امين يا ربي تسلم. تسلم يا عبدالله. اشكرك. انما لو هو كان حصل مجرد سوء تفاهم. وحاجة برا الموضوع ده خالص. طبعا ربنا يوفقك ويتمملكه على الف خير. هلخص القرية بسرعة. الميزان عايز باب رزق جديد. رزقه حاسمه مش كفاية. عنده مشاكل والترابات نفسية جديدة جدا ما اثار على نومه. وقربت اثار على صحته. كمان يا ميزان خلي بالك ما صحتك كده هتتدور. بالراحة على نفسك شوية. شايف شريكو ازاي حاجة كانت نسطورة وانكشفت? او مش مديلك دعم كافي. العلاقة بينكم فيها تطور. فيها تطور. فيها حاجة بتتصلح. اوكي? اه شريكك عايز ايه? عايز حالة من الامان او الصراء المادي. عايز يعتمد على نفسه في هزا الموضوع. مينة. انا مش شاك انت بنت ولا ولد. اه بصي حبيبتي الرسالة دي طويلة جدا. اعمليها كافي وبعتها للصفحة وهحاول ارد عليك. والكلام ده المينة بس يا جماعة. انا هنوه عن موضوع ده بعد الاراية. اه شريكك شايفك ازاي الميزان? انت عايز تروح لبرا امام. انت وبتسعى. شايفك بتسعى. يعني مش واقف مكانك. وحدة كويسة قوي قوي قوي. شايفة قدامي. ان شاء الله بازن الله حلمة دي حتطور. تطور جامد. مش وحش خالص يعني. اه وفي قدامي هنا لقاء او اتفاق بينك وبين شريكك ان شاء الله. شايفة بعد دي كمان مسيرة طويلة جدا جدا بازن الله. وقوة. علاقة قوية ان شاء الله. اه ربنا ما يهدها ابدا. انا مش شايفة بعض ومش شايفة في راية ميزان. يمكن يكون في اه اه عقبة او يعني مطب واعين كده بس انك مطب صغير. اه يمكن يكون شريكك اه تعب من الانتظار اه من الظروف هو كمان. مش عايزة برضو يسيء اصدن بشريكك. ممكن يكون فعلا اه تعب من حاجة معينة اه وتقطو قرارة بتتخلص. فان شاء الله حيجد جديد. بإذن الله حيجد تتحسن. طيب. اه سؤالها في السفر ولا لا للأسف مش شايفة سفر. الشهر ده مش في العموم. مش شايفة مش شايفة سفر. انا شايفة قدامي ان هي بحرب شديدة. وربنا يكون فوقانك الصراحة على الكروت دي. ربنا يعينك. ربنا يعينك بكده. آآ حالة متضهورة خالص خالص وحار بشكلها مهزوم. لكن وقفة بمنتهى السبات وبتحاول تباين ان هي ولا فرق معها. برضو فيه هروب من مواجهة. لان لو وجهت شكلها ايه? حتتبع بقى. بص دي مسكة سيف. وحطير بقى. حطير رقاب. متجوزة. طب فيه اي حاجة حصلت من ناحية الزوج لان شايفة الدنيا نيلا خالص. شايفة حصلت اما خسارة مادية او خسارة شخص. آآ شايفة قدامي حصلت شديد او سحر تفارت الشيطان. كان بقى له كتير مطلعش مش عارف عليه طلع. آآ 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 او خلص بصي اللي انا شايفة يا حبيبي انك انت ان شاء الله هتعتمدي على نفسك ماديا انا مش عمل انت تشتغلي ولا لأ لكن صح قلبك يا بلل يمكن تكون يمكن هتكتدي شغل جديد انا شايف ان انت تعتمدي على نفسك ماديا وانا اقايد برافو 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 شايفة قدام انهيار البرج شكل في حاجة كانت كنتي حطة يعني صورة لشيء وحتبتدي الصورة بتباني على حققتها حاجة بتنهار وبتظهر على حققتها انهيار البرج طب الحمد لله خلاص بسم الله ما شاء الله عليك ويكملك بعقلك شطورة بصي بقى حبيبتي يبقى ان شاء الله الكرت ده احتفال واحتفال بدا انك انت هتعتمدي على نفسك ماديا او اه حاجة عندك هتحصل في المادة لكن التطور المادي بطيء يا جيم التطور المادي بطيء حاولوا انك يعني تقتصدوا شوية وتصرفوا في الحاجات المعقولة وخلي بالك مجدرة الحسد ده عندكم حسد لكن ما شاء الله عليك انت يعني بصي ده قوية ما شاء الله واقفة بثبات وعندك توازن ما شاء الله عليك وشايفه اهو ده الشريك الحمد لله بم ان العلاقة كويسة شايفه الشريك بيقدم لك حاجة حلوة ممكن حتى ان شاء الله يكون بيقدم لك كلمة حلوة يعني يا رب يعني كده حاجة حلوة جدا جدا يبقى حربتي الانهيار ده لشخص تاني خالص فيه شخص بس عندك ايبان على الحقيقة لانيش شايفه خطارة تحسي بخطارة بس 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 ما تزعليش ما يستهلش يعني منك انك تزعليه خالص عندك نجاح حبيبتي كمان ما شاء الله اكتمال دائرة الكارت ده ظهر للميزان تقريبا في كل القرايات وظهرت برضه في القراية الخاصة الميزان متقن لعمله جدا انت متقنه لاي امكان اللي انت بتعمليه بس سؤالك حبيبتي اذا فيه سفر انا شايف احتفال احتفال لكن اه يمكن يكون ده يمكن يكون السفر لو انت حاجة اخدت بالنسبة لها خطوات ومستني التنفيذ يمكن ان شاء الله تجيلك مسلا موافقة تبكيدي خطوات فيها انما السفر بالفعل يمكن يكون مسلا الشهر اللي جاي عموما اتمنى لك التوفيق وريتك برضو حلوة حلوة اوي اوي اشتركوا في القناة